السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا جميعاً بخير إن شاء الله دي المحاضرة الثالثة في مادة المشاكل في التحليل الإحصائي المستوى الرابع الفصل الأول نتكلم النهاردة إزاي بقى حادة حجم عينة عشان أخدر نسبة صفة معينة في المجتمع وبعد كده أستخدم العينة دي في إن أنا أحصل على تقدير النسبة دي في المجتمع القانون بتاعت حديد حجم العينة نون بتساوي يه تربيع في لام هات في واحد نقص لام هات على خه تربيع نون هي حجم العينة يه الدرجة المعيارية المقابلة لمعامل الثقة المحدد ولام هي النسبة المخدرة من عينة استطلاعية دي بتبقى نسبة معطاة في التمرين بتبقى زي عينة استطلاعية الباحث عملها عشان يحدد النسبة في المجتمع بصفة مبدئية لكن هي مش هي دي الأساس اللي هستخدمه في إن أنا أقدر فترة الثقة وبعد كده عندي خاه اللي هي الخطأ المسموح بيه في التأدير وبالنسبة لنا كل الرموز دي عارفينها من القانون اللي فات مع دالام هي الجيدة بالنسبة لنا نقول مثال عشان خطأ نطبق عينة أوضح الدراسة أن نسبة التدخين بين الطلبة 30% ويراد التأكد من ذلك فما هو حجم العينة الواجب اختياره بشرط قلة يزيد الخطأ عن 5% ومعامل ثقة 95% يبقى العينة لصة العينة اللي عملها الباحث قالت له إن نسبة التدخين بين الطلبة 30% يبقى هي دي بالنسبة لي لام هات يبقى لام هات بتساوي 30 على 100 يعني بتساوي 3 من 10 وقال لك إنه هو عايز نسبة الخطأ ما تزيدش عن 5% يعني مخاه بتساوي 5 على 5% يعني 5 من 100 وطالما معامل الثقة 95% عارفين من المرة اللي فاتت إن طالما 95% معامل الثقة يبقى إيه بتساوي 1.96 من 100 أخذ الرموز دي القانون بتاعي بتاع تحديد حجم العينة وعود عن الرموز بالقيم بتاعيتها يبقى نون هتساوي إيه تربيع يعني 1.96 من 100 تربيع في لام اللي هي 30 من 100 اللي هي 3 من 10 في 1 نقص لام يعني 1 نقص 3 من 10 على خاخ تربيع اللي هي 5 من 100 كل تربيع الناتج طلع 322.7 من 10 طبعا اتفقنا إن إحنا هنعمل دايما التقريب لأعلى فيبقى عندي 323 طالب يبقى ده حجم العينة المناسب عشان خطر ما يزيدش الخطأ عن 5 من 100 يبقى قانون إنشاء فترة ثقة للنسبة في المجتمع اتفقنا طالما هنشئ فترة ثقة يبقى هبدأ بالنسبة في العينة اللي هي لام هات وطالما فترة ثقة يبقى عندي حد أعلى وحد أدنى يبقى هقول زائد أو نقص وبعدين يه في الجزر التربيعي اللام هات في واحد نقص لام هات على جزر نون كل الرموز بالنسبة لنا كده واضحة معناها إيه؟ ولام هات هنا هوت بالنسبة لي هي النسبة في العينة بعد ما أسحبت حجم العينة المناسب بتاعي أحسب منه النسبة وبعد كده أستخدمه في قانون إنشاء فترة الثقة طيب فرضاً هو النسبة في العينة أنت هتحسبها أنت هحسبها إزاي؟ أنا أتعوده دايماً إن النسبة دايماً بتكون رقم كسر أقل من الواحد الصحيح لأن النسبة إمتى تبقى واحد صحيح؟ لو أنا فرضاً لو أنا بشوف مثلاً عينة من الطلبة مثلاً 100 طالب وبشوف نسبة النجاح لقيت 100 طالب كلهم نكحين فبقول عدد اللي نجحوا على حجم العينة بتاعتي اللي هي 100 طالب بطلعت بـ 100% يبقى واحد صحيح لكن بصفة عامة بتبقى دايماً أقل من الواحد الصحيح عندي نوت فرضاً لو أنا مثلاً بشوف عدد الوحدات المعيبة نسبة الوحدات المعيبة فبقول عدد الوحدات المعيبة على حجم العينة اللي أنا سحبتها هيديك نسبة لو كل الوحدات معيبة النسبة تبقى واحد صحيح هيبقى أقصى قيمة تاخدها النسبة هي الواحد الصحيح 100% ليوم كنت تتعدى الواحد الصحيح بعد كده نشوف التطبيق القانون ده في مثال بيقول لي يا رغم أحد الباحثين في تقدير نسبة الطلاب الفرقة الأولى الذين يجدون السباحة فاختار عينة عشوائية من 300 طالب وجد أن من بينهم 60 طالب يجدون السباحة فوجد بمعامل ثقة 95% فترة الثقة لنسبة طلبة الفرقة الأولى الذين يجدون السباحة يبقى حجم العينة اللي هو سحبه كله كان كام 300 طالب لأ عدد اللي بيوجيد السباحة فيهم 60 طالب يبقى أطلع من هنا أن أنا أقدر أحسب النسبة بالقانون اللي قد نامت شوية لام هادو تساوي عدد من يوجدونا السباحة على حجم العينة الإجمالي نون يبقى بتساوي 60 على 300 يعني بتساوي 2 من 10 يعني لو حبيت أحولها النسبة المقاوية يبقى 2 من 10 في 100 بـ 20 في المية بعد كده هتطبق القانون نطبق بعد كده في القانون اللام هاد هنشيلها ونحط 2 من 10 زائد أو ناقص هنشيل اللي هنحطه 91 من 100 مضروبة في الجزر التربيعي اللام هاد اللي هي 2 من 10 في المكمل بتاعها اللي هو 8 من 10 واحد ناقص 2 من 10 على جزر 300 المقدار ده كله اللي هو الجزر ده هيطلع الناتج بتاعه 23 من 1000 هضربه في 91 من 100 هيطلع لي 45 من 1000 أخد مرة بالإشارة إصارة الجامع زائد يبقى الحد الأعلى ومرة بإشارة طرح ناقص يبقى لده الحد الأدنى يبقى إذن الحد الأعلى هيساوي 245 من 1000 والحد الأدنى هيساوي 155 من 1000 يبقى نعلق عن نتايج دي ما نسيبهاش كده نقوله إذن نتوقع أن نسبة من يجيدون السباحة من طلب الفرقة الأولى يتراوح بين 155 من 1000 كحد أدنى و245 من 1000 كحد أعلى ولو عايز أحسن شكلها وبينها كنسبة مقاوية هضرب القيم دي في 100 بقت تتراوح ما بين 15.5% إلى 24.5% وذلك لازم أحدد معامل ثقة لنا استخدمته وذلك بمعامل ثقة 95% شكرا اشتركوا في القناة المترجم للقناة